خلال اجتماعها السنوي الثاني عشر الذي انعقد برئاسة السيد رئيس الحكومة يعتمدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025 وبهذه المناسبة أكد رئيس الحكومة أن الهدف من هذه السياسة الوطنية يتجلى في بلوارة رؤية استراتيجية مندمجة تتوخى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة بالمغرب في هذا الاجتماع الجديد للجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنصدقه على السياسة الوطنية الجديدة لمناخ الأعمال سنبدأ من 2021 إلى 2027 ومقصود من هذه السياسة هو أنطوره مناخ الأعمال أكثر وهو ينفع لمقاولة نشط أكثر والاستثمارات جيل بلادنا أكثر وأبرز المشاركون أهمية أوراش الإصلاح التي أطلقتها المملكة في مجال تحسين مناخ الأعمال والتي أثرت إيجابا على أداء المقاولات وجاذبية الاستثمار لقد تعبأ الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل المساهمة في إنجاح هذا الوارش الكبير لفائدة مناخ أعمال صحي يشكل بيئة مناسبة لريادة الأعمال ويجب التذكير هنا أن لدى بلادنا كل المكتسبات على مستوى البنية التحتية لإنجاح هذا الوارش وعرف هذا الاجتماع تقديم عروض حول مجموعة من الأوراش المهيكلة بالمملكة ويتعلق الأمر بعرض لوزارة العدل حول حصيلة العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وأثره على تشجيع الحصول على التمويل وعرض ثاني حول نتائج الدراسة المنجزة تحت إشراف الخزينة العامة للمملكة حول البعد الاقتصادي للطلبيات العمومية